مساء الرضا كيف حالكم ان شاء الله طيبين اليوم عملت لكم وصفة حاجة جدا روعة عملت لكم البرغر بس مش اي برغر برغر البيت اللي طعمه زي البوفية نحنا نقول مرات نما نشتروا من البوفية برغر عرفتوا حق البوفيهات هذه اللي تتبقى محلات المطاعم الصغيرة بس روعة روعة وشايفين كيف القبنة دايبة طبعا هذي طريقة الشيف منالة العالم اذا تتذكروا زمان لما كانت تقيم في القناة وتطبخ لنا في رمضان فكانت معاها هذي فطاير البرغر بس صراحة طعمة ألد من البرغر روما نشتري وخلونا بالمقادير وطريقة التحضير هنا اني بستخدم فرامة اللحم بس انتم تقدروا استخدموا اي حتى محضرة طعام عندي صدور دقاق وعندي شحم غنمي او ممكن سمنة او زيت اذا مش متوفر شحم عندكم واضفت معاها شوية من القزر والثوم والبصل ممكن تضفوا كوسة احسن كمان او قزر وكوسة اولادكم اللي مياكلوش الخضار حطوا الخضار مع هذا الدقاق يعطيها طعم ألد وهنا للبهارات عندي بابركة وبهارات عثمانية رشة من الهيل وعندي رشة من الكزبرة وملح واكيد زنقبيل وعندي بهارات الشوى وفلفل اسود انتم بس تقدروا تكتفوا بملح وفلفل اسود مش لازم تحطوا البهارات هادي اذا مش متوفرة معاكم وكمان البهارات ومقادير بكتب لكم ياها بصندوق الوصف والان لازم تخلطوا تمام تمام الدقاق اما بيدكم او بالملعقة لازم ينخلط تمام بعد كده ما خلطوا تمام بدخلوا التلاقة شوية عشان يتماسك معايا يبرد شوية ويسهل علي اني اشكله لازم شوية يبرد تمام اني بستخدم هادي الادات اللي تشكل الدقاق طبعا اني بعمل اول اللي تشكل البرغر هنا شوفوا عندي حقمي كبير يعني البرغر بيكون حقمه كبير ما شاء الله قد الساعة ثلاثة عندي وهذا عشا تمام عندي هنا عشان يكون كله متساوي بستخدم ايش اكواب القياس المعايير عشان كله تصير عندي البرغر متساوي ممكن بستخدموا اي زبدية صغيرة او مطيبة صغيرة وتقوسوا عليها او بميزان ممكن اذا عندكم ميزان اكتروني تقوسوا عليه حقم البرغر وتقدروا تشكلوها بيدكم اذا ما عندكم مش هادي الادات تقدروا تخلوها حقم ميني صغير او حقم كبير زي اني ما بعمل اليوم بس اني خلاص استخدمت هادي لانه تعطي كده الشكل حلو انتم عادي شكلوها بيدكم بعدين بالسكين اضغطوا عليها تعملكم نفس الخطوط هادي يعني ما فيش اي مشكلة اذا مش متوفر هادي الادات وكمان عندي هنا ورق زبدة تقدروا تفرزنوها بالفريزر وقت ما تحبوا تطلعوها وعلى طول الشواية تشووها عادي صراحة البرغر الدقاق في البيت حق البيت قلت بكتير وخصوة انه اذا عندكم اولاد مياكلوش الخضار فتقدروا تحطوه الكوسة تقدروا تحطوه لهم جزر ما يبانش ابدا ما يبانش بالعكس الطعم يطلع ألد الكمية انا اقل لي 7 حبات برغر كبيرة وكل ما شاء الله بطبخي هنا للعقينة 3 اكواب دقيق ابيض متعدد الاستخدامات عندي 3 ملاعق كريمة شانتي او دريمويب اللي اسموني انا اخد كريمة بالكيلو وعندي ربع ملعقة بكنج بودر وعندي اقل ملعقة الصغيرة حق القياس بيكربونات الصودوم يعني طرف الملعقة الصغيرة واكيد ملح والعقينة هذه عقينة لكل المعقنات تمام لكل شي يعني لكل الفطائر ملعقتين كبيرة حليب بودر بس مش مليانة حليب البودر يكتم العقينة دازاد وعندي كمان ملعقة كبيرة خميرة ولانه ما عندي الزبادي انا اعمل 3 ملاعق كبيرة زبادي اضفت كوب الماء الدافي علوه ملعقة كبيرة خلطة تمام وابدأ اعقن اضيف الماء بالتدريق عقينة طرية وتتلسق باليد شوفوا اني خلاص بدأت العقينة تدعقن الان باضيف 3 ملاعق زيت بس بالتدريق اول باضيف ملعقة وبعقن بعدين ملعقة ثانية وكمان بعقن ما ضيفيش دفعة وحدة وشوفوا العقينة كيف تتلسق الان الملعقة الثانية اضفت وعقينة كمان انتبهوا تزودي الضقيق اقلسوا عقن والعقينة تحتاج عقن وحاولوا انكم تخبطوها كده عشان تساعدكم اني تلتم معاكم اخر شي بحط بيدي زيت اخر ملعقة وبدهنة تمام وبدهنة كمان وبدهنة البولة او المطيبة بالزيت وبخليها تتخمر تقريبا شوفوا اخدت مني 30 دقيقة لانه القو عندنا برد اذا عندكم صيف يعني القو دافي عادي ما تاخدش كتير بس الضاعف حقمة هنا للصوص عندي ملعقة مايونيز وملعقة كتشب وكمان اخدت شوية يعني هذه القطعة من مخلل الخيار افروميا فرم ناعم واضيفة للصوص ممكن انتم تعملوا تعملوا جبن سائل انتم اضافات زي ما تحبوا الان تعالوا اقام ما شاء الله زواجي اللي عبطي الصحة والعافية ونشوي البرغر هنا صخن الصاق اعلى شي خلاه يصخن تمام بعد الرشاله زيت وخلي النار وسط متوسطة وبدأ يضيف البرغر يعني بالتدريق على حبة حبة عشان ما تبردش الصاق لانه ده بردات الصاق البرغر بيطلع ماء بيقع معاكم ايش زي الستريتش بيقع الناشف مش حلو فلازم يكون الصاق ساخن وماشاء الله زواجي اللي يعطيه العافية الله يرضى عليه ويبارك فيه يا رب ماشاء الله عليه هو فنان بالشوي سوى كان شوي على البرغر وهو اساسا فنان يعمل البرغر بشكل حلو وهو الوحيد ادي يعرف يطلع لي الصراحة كده شوفوا القفص كيف يخليه مقفص كده البرغر يطلعه وتحميره حلو فاني دايما عطيله هادي المهمة لانه مجد فنان الله يعطيه الصحة والعافية وعلى طول اول ما يتحمر البرغر حطوه على قصدير وهنا البصل اللي قطعته شريح خليته على النار يحطوه عشان يتكرمل حلو يطلع حلو مكرمل طبعا بقول لكم ما ياخدش وقت والله كم ثانية وخلاص يتحمر من القهتين وخلاص البرغر يستوي يعني انتبهوا تخليه يطول على النار بعدين يقع مثل ناشيف يطلع معاكم لكن ده جوسي وطري وحلو خلاص احطه في القصدير وقفل عليه او اي حافظة عندكم مهم تكتموه شوية الان تعالوا شوفوا العقينة كيف ما شاء الله شوفوا كيف طرية وتطمط كيف الان بحاول اني ألمه وخلاص وببدأ اشتغل فيها تقريبا هدي تجيب لكم 8 كرات كبيرة بس اني قصمت حاولت اني اقصمه بحجم 114 قرام بالضبط قصمت 114 قرام لكل كرة اقتلي 7 كرات وكل كرة 114 قرام طبعا اني قصطة بالميزان عندي بس مروتكمش يعني ما صورتش بس يعني عشان حاولوا ان تكون متساويين عشان اطلع لكم الاحقام متساوية ما اطلعش برغر واحد كبير واحد صغير وخصوصي الاسر المنتجة اللي حابة تبيع ويعني وتكسب حاولوا نفس كده تكون مرتبة شغلكم مرتبة ويكون نفس الحجم يعني مش برغر كبير برغر صغير الميزان ضروري بيكون معاكم او قلت لكم بزبدية تقوسوا كل الزبديات نفس الحجم هنا فردت العقينة ما تخلواش رفيعة ابدا لازم تكون ما شاء الله سميكة حطوا بصل وشريحة طماطم وكمان القبنة وحطت من الصوص وكمان حطت من البرغر اخر شي تحطوا البرغر ليش عشان يكون اخر طبقة اللي بتحطوه يعني بتحطوه عليها بالصاق بالصينية قصد اللي تدخل الفرن تكون اخر طبقة تكون حاجة سميكة ما تكونش طماطم او قبنة شوفوا ركزوا على الترتيب اللي احطوه بصل طماطم قبنة من الصوص واخر شي البرغر تمام عشان تكون سميكة يعني اذا حطيته قبنة او طماطم ممكن ننزل الماء مع الحرارة لكن دي الطريقة كتير حلوة هنا شوفوا اضفت مرتدلة مرتدلة الدقاغ وشوفوا حطت بصل وطماطم بعدين المرتدلة والقبن والبرغر الدقاغ طبعا نسيت مع ملي صوص لانه هدي حقي نسيت مع ملي صوص لكن الحق الباقي كله عملت لهم صوص الحمد لله هنا كمان حطت بصل شريحة طماطم وهنا اضفت اللي هو البيض المخفوق كله من من اصل الدقاغ المعاريف حقي مرتدلة دقاغ وبيض من الدقاغ وهنا حطت الصوص وبعدين نقوم بنا وبعدين البرغر وسكرته كده تمام شوفوا حاولوا تسحبوا انتبهوا يكون تحت كتير سميك العقينة لا انتبهوا بتشوفوا عليها العقينة خلاص خلوها ترتاح شوية على بال ما ايش على بال ما سخين الفرن لازم الفرن نسخن لما يوصل حرارة 200 هذا الميزان يدخل الفرن ويبين لكم الحرارة هنا عندي الخليطة التلميع عندي حليب مبخر او حليب الشاي وشوية نسكفة دوبوه تمام تمام انا دوبتو بالميكرويف عشان تدوب تمام نسكفة بدان ميقلس كده محبب والان دهنت ورشيت عليها سمسم تقدروا تخلوها سادة بس السمسم يعطيها اشطراحة نفس البرغر كده ترجع بصراحة بقولكم ممكن تدهنوها بيض بعضهم يحبوا البيض بس اني ما حبش البيض بالمخبوزات اني ما حبش دهن البيض وهذا الشي راجع لكم تدهنوها بيض حليب حتى بعضهم فقط ما الان بدخلي على فرن حار حرارة 200 اخذت مني شفو 20 دقيقة تمام 15 دقيقة من تحت و 5 دقيقة من فوق اول ما اطلعوها كده فصلوها من بعض اذا تلاسقت كده وبدأوا رشوها بماء وكمان اغطوها بفوطة الفوطة كمان رشوها بخوة ماء عشان تقلق تعمل بخار وتقلص طرية هنا ما شاء الله عندي هذي بكميات تتباع بمية وخمسين حبة او ميتين حبة نادر مطلقوها بكمية قليلة خلص حطت الخس تحت طبعا ليش ما حطت الخس مع لما خبزت البرجر لانه نحنا نشتق قرشة الخس عادي ينطبخ الخس بس بيدبل معاكم بعد كده غلفت العلب بالقصدير عشان احفظ الحرارة يبرج لانه القو بارد عندنا طبعا وخلص وكمان قليت قلبه بطاطس البطاطس هذي انا ما عملتش في البيت هذي لتكون اكياس قاهزة يعني مفرزنة بس على طول تقلوها تقيم مقطعة لانه كل ما اشتري بطاطا ميطلعش حق لي ميطلعش حلو كمان هذي عشان اوضح لكم انا ما بيعش هذي كانت لقيراني الله يعطيهم الصحة والعافية والعافية عليهم وتعالي حكي لكم كيف زوجي قبلي العلب زوجي راح مطعم وكان يدور على المطاعم كله يطلب منهم علب يشتري منهم لما واحد وافق عطاله عشر علب بمبلغ معين بسيط وخلصوا قبلي بس هي متوفرة في محلات ابو خمسة حاجة روعة اول واحد بفتح لكم يا السادة شوفوا السادة كيف الان حلو تحشو يعني خس الان شوفوا بحشي بين الخس وكمان تقدروا تزودوا له صوس اللي تحبو يعني شوفوا بس كيف ما شاء الله طري يعني صدقوني انه ألد من البرجر اللي نشتري خبز لوحده وكله نعمله والله هذي الطريقة هذي فطاير البرجر بس اني صراحة ما سميش فطاير لاني نفس طعم البرجر وأحلى شوفوا هنا حطيت خس وحطيت كمان من الكتشب هنا قاعد زواجي طبعا ياكل يقول يلا بسرعة صوري هنا بفتح لكم اللي فيها بيض شوفوا كيف اللي فيها بيض كمان حلو جدا ولدي ده زحق البوفيها المطاعم البوفيهات يسموني البوفية البوفية شوفوا كيف القبنة دايبة روعة روعة هنا قلت لزواجي تحط خس بيقطع العقينة خلاص يبغى شوفوا بس أخد مني القوع القوع خلاص شوفوا كيف أول ما حطت الصوس أخد مني البرجر بالعافية علي إذا وصلت إلى هنا لا تنسوا أبدا أنكم تشتركوا في القناة تفعيل قرس الإشعارات ولايك وكومنت حلو منكم وهنا كمان برويكم اللي مرتدلة اللي أنا حقي هذا لأنه ما حد يأكل مرتدلة في البيض غيري شوفوا بس كيف القبنة دايبة ما شاء الله والخبز كده طري وصوف جدا روعة وزي ما قلت لكم إذا عقب كم الفيديو لا تنسوا تشتركوا بالقناة وكمان تشاركوا الفيديو مع أهلكم وصحاب الحافة وصحاب الزغط وأهلكم المغتربين كمان كلهم إن شاء الله تشاركوا معاهم وكمان في القروبات وكل شي لازم عشان تطلع القناة وترتفع ويصال فيديوهاتي لكل الناس بالعافية لي ولكم